حمد الله هيروح لأهلي. ناس كتير جدا شغالة عمالة تتكلم على فكرة اني حمد الله لاعب النصر. آآ بعد المشكلة اللي حصلت بينه ما بين نادي النصر بخصوص الشرط الجزائي وقيمته عشرين مليون يورو. وحصلت شكوى بينهما بين بعض. لأسف شديد جدا كل المصاري شغالة عمالة تكلم في فكرة انتقاله الى النادي الاهلي. وان في مفاوضات من قبل النادي الاهلي. اتكلمت مع المغربي عبد الرازق حمد الله. ولكن انا يا جماعة. بتكلم آآ يعني آآ بازقول لك اللي قاله مصدر من داخل النادي الاهلي على انتقال عبد الرازق حمد الله. الموضوع ده نفا مصدر من داخل النادي الاهلي على الاطلاق. وقال لك انه ما فيش حاجة حقيقية على الاطلاق. كل كلام اللي شغال بخصوص انتقال عبد الرازق حمد الله لاعب النصر الى النادي الاهلي. كلام آآ آآ ملوش اي علاقة بيئة الصحة. وده اللي قاله مصدر من داخل النادي الاهلي. وبيقول كمان ان احنا عندنا سفقات كتير جدا وعندنا ايضا السفقات الكافية. اللي تخلينا ان احنا ما نبصش على اي سفقات تانية خصوصا في الفترة دي او في المرحلة دي. يعني واحد يقول يعني كده نقول ان ما فيش مفاوضات اصلا من قبل النادي الاهلي. اقول لك يا سيدي لا ما فيش اي مفاوضات من قبل النادي الاهلي. ومصدر من داخل النادي الاهلي. قال لك لا خلاص كده الموضوع اه احنا ما دخلناش في اي مفضات وما فيش اي كلام بخصوص الموضوع ده. ونفوق الموضوع ده على الاطلاق ده كان الفيديو باختصار. ما ينساش شارك في قناة وتفعل زر الجرس ده لو انت عايز تتعرف كل اخبار الكرة المصرية. وما ينساش ايضا اختبني دارك في التعليق وتقول لي انت من وجهة نظرك شايف اني دي صفقة مهمة جدا والنادي الاهلي محتاجها ولا لا.